أجواء مشحونة صنعتها صبيحة اليوم العائلات المقصية من قائمة مستفدين من السكن الاجتماعي بدائرة تلاغ جنوب ولاية تيسيد بالعباسة التي لجأت لاقتحام محلات الرئيسة واستغلالها للسكن نحن من الفين واثنان عشر نحن كاين هنا يغ في أغللها ساكن هنا يغ من المقصيين وكاين لديو ديو باي داو نحن نتبعها القانون إلا نتبع لنا القانون ونشوفوا من الحالات هذه تعالي 611 تعالي مقصيين أنا واحد مع الناس هودنا بنحضر القرعة بنمشينا فارحين جينا من هنا تباكو قلنا روحنا مكانش ما عدناش وين نسكنه أنا بعد واحد عدنا أفدو ساكن مع ثلاثة عدي معوق في الدار كالي عندها خمسة ستة لا لي 611 قال لك ركو فيها وقال عونا فئة أخرى لجأت لاقتحام مقر محطة نقل المسافرين التي ظلت مغلقة لسنوات طويلة في خطوة منها للفت أنظار مسؤولين ومراجعة قائمة مستفدين ساكن والله إلا كاي اللي مكانش ما عدناش وين يسكن وهذه راقة قاعدة في عشرين سنة بغي نسكنوه هنا أخويا بغي تطيني حل أديني أخويا سكنني ما في أولو كاي ريزيرف كاي سكني راهم ريزيرف ما دلنا أولو غاي سكن البارح سكننا البارح ما عدنش روح عني مزحوكها راهم زحكيني أخوتي أنا مدار ها هو البيت الرياض هاره أول شيء غير ها هو كبير راح معايا الوضع كاد أن يعرف انزلاقات خطيرة لولا التعزيزات الأمنية التي وصلت إلى عين المكان وعملت على إخلاء المحلات من مقتحميها في انتظار أن تفصل السلطة المحلية في الملف